تحية شكر وتقدير للأجهزة الأمنية على نجاحها في تعقب المطلوبين ومتابعة تحركاتهم ورصدهم ومحاصرتهم والقبض عليهم مؤكدا سموه أن نجاح أي عملية أمنية هي رسالة من حكومة حزم وحسم وصرامة مع الإرهاب والخارجين عن القانون مفادها أنها تجند كل طاقاتها وإمكاناتها لحماية المجتمع من شرهم وخطرهم ووجه سموه إلى تجديد القبضة الأمنية على الإرهابيين لينالوا جزاءهم ويطبقوا في حقهم القصاص الذي يحقق العدالة الناجزة في دولة القانون والمؤسسات منوها سموه بأن العمليات الأمنية النوعية ستتوالى ضد الإرهابيين إلى أن يتم اجتاث الإرهاب من جذوره وتدمير البيئة الحاضنة له والقضاء عليه فيما كلف سموه الأجهزة الأمنية بمواصلة عملية البحث لتقديم كل ما له صلة بالإرهاب سواء بالتأييد أو تقديم الدعم إلى العدالة فقد أثنى سموه على العملية الأمنية الموفقة وعلى دور رجال الأمن البواسل وكفاءة الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار فالحكومة تسهر لينعم المواطن والمقيم دائما بالأمن والطمأنينة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقسل سموه بالرفاع الفريق الركن معالية الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالية الشيخ طلال بن محمد الخليفة رئيس جهاز الأمن الوطني حيث أطلع معالي الوزير صاحب السمو على إجاز أمني حول العملية الأمنية الموفقة والتي تمت مؤخرا والتي تكللت بفضل من الله بالنجاح في إلقاء القبض على الهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل بجو وبعض المتورطين في قضايا إرهابية وما اتخذته الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى من إجراءات لتنفيذ توجيهات سموه في مكافحة الإرهاب وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم إلى العدالة وقد أدنى سمو رئيس الوزراء على التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية مؤكدا بأن التوجيهات واضحة للأجهزة الأمنية بأن لديها كافة الصلاحيات للتعامل مع الأحداث الإرهابية وفق ما تقتضيه الظروف وتستدعيه الإجراءات الحفاظ على سلامتهم وعلى أمن الوطن والمواطنين في إطار ما حدده القانون والنظام